يخوض الفريق الاول لكرة القدم بناد الزمالك ثاني مبارياته في دور نايل للموسم الجديد 2023-2024 امام نظيره المقاولون العرب مساء الاثنين المقبل وكان الزمالك قد استهل مشواره في دور نايل بتعادل مثير امام بيرامد بهدفين لكل فريق بملعب الدفاع الجوي الخميس الماضي ويتطلع الزمالك بقيادة اوزوريو في حصد النقاط الثلاثة الاولى في دور نايل واستعادة نغمة الانتصارات في مواجهة ذئاب الجبل الكولومبي خوان كارلس اوزوريو يخوض مباراته رقم 20 في القيادة الفنية للزمالك امام المقاولون وقاد اوزوريو الفارس الابيض في 19 مباراة سابقة بالدور والكأس والبطولة العربية والكونفدرالية واستطاع الكولومبي تحقيق عشرة انتصارات مقابل التعادل في خمسة والخسارة في اربعة وسجل هجوم الزمالك في ولاية مديره الفني الحالي 37 هدفاً في حين سكن شباك الفريق 24 هدفاً ويتطلع اوزوريو لقيادة الزمالك لأول انتصاراته في دور نايل بالموسم الجاري والوصول الى 11 فوزاً مع الفارس الابيض منذ تولي المهمة في ابريل الماضي